نصيحة لمن اراد دراسة كتوب شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله. كتوب شيخ الاسلام تمية هذا من المنتهى. انا مش اعب في حد بيخوش في صورة كتوب شيخ الاسلام تمية او حد يتكلم عليه الان. شيخ السلام تمية لا تعرف مذهبه في المسألة الا بعد الصفحة الاولى في الصفحة الخمسمية اخر الكتاب. فقط. عشان تعلم وتتقد ما 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 رجحه او ذهب اليه ابن تيمية هو ان تصل الى اخر الكتاب. ابن تيمية مستوعب جدا. وبينقل اقوال المخالفين باستعاب. وحجج المخالفين باستعاب. وايضا عيلة للمخالفين باستعاب. وبعدين يبدأ يرد. وبعدين يبدأ يباين لك ما يتبنى. كتب شيخ الاسلامية كتب لرجل من طلب تعلم من المنتهين. فان كان من المنتهين فله. اما كان مبتدي فاذا اخذ بكتب شيخ الاسلام تمية سيضل. وبشره بالضلال. فالاولى اللي يدخل في مستهادة حتى يدقن الالم. او يقرأه على شيخ. انقرأ على شيخ فهذا هو الاول.